يعني حقل دهري يعني بالنسبة لنا يعني هذه مجموعة أرقام طب هو بالنسبة لنا حيعني إيه بالنسبة للصناعة بالنسبة للموازنة حيوفر لنا إيه في الموازنة وبالنسبة للمواطن أكيد المواطن اللي بيتفرج علينا بيقولك يعني إحنا بقينا دولة نفطية يعني بيترولية لا مش دولة نفطية مثلا مثل دول الخليج ولكن نستطيع على الأقل أن نوفر فاتورة الاستيراد ودي كانت فاتورة مرهقة جدا بالنسبة للموازنة ولما بتبقى مرهقة بالنسبة للموازنة بتبقى مرهقة بالنسبة للمواطن ما بتوفرش للدولة إمكانات أنها تستثمر الأموال في طرق في مدارس في مستشفيات لما بوفر جزء ده بوفر للدولة إمكانات أنها تستثمرها في أمور تخص المواطن بشكل أكبر هذا الانتاج عندما بدأ النهاردة 350 أدم مكعب 250 مليون أدم مكعب يوميا حيوفر أدي؟ حيوفر حوالي 60 مليون دولار شهريا في فاتورة واردتنا إحنا بنستورد بكام؟ إحنا بنستورد بحوالي 250 تقريبا مليون دولار شهريا غاز فقط فإحنا بنتكلم أنه حيوفر لنا مع بدء الإنتاج حيوفر لنا 60 مليون دولار شهريا من فاتورة واردتنا يعني حيوفر لنا تقريبا سنويا من 700 ل 720 مليون دولار سنويا ده في بداية الإنتاج 350 مليون أدم مكعب ده لسه البداية يونيو 2018 بقى لما نوصل لوضع أفضل مليار أدم مكعب إن شاء الله ده حيوفر لنا 180 مليون دولار شهريا و2 مليار دولار سنويا وده حسابات وزارة البترول اللي حسبتها معنا واللي وفرت لنا هذه الأرقام إذن حيوفر لنا مليار دولار سنويا من فاتورة الاستيراد وده رقم مهم جدا مرة أخرى هذا رقم مهم طبقا لتصريحات وزير البترول اللي كان قالها لنا بنهاية أو في النصف الثاني من 2018 نستطيع إن إحنا نتوقف عن استيراد الغاز نصل للاكتفاء الذاتي إمتى؟ يعني بهذا الوقت نكون قدرنا نصل للاكتفاء الذاتي يعني إذن حقل دهر مع الحقول الأخرى اللي أكلمكم عليها بعد قليل سيوفر لنا اكتفاء ذاتيا من الغاز في النصف الثاني من 2018 هيأثر علينا إزاي وعالصناعة إزاي؟ أولاً حيمد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز لتعمل بطاقتها القصوى إحنا فاكرين الأوقات التي كنا نعاني فيها الكهرباء كانت بتطقطها المصانع كانت بتشتغل وردية واحدة المصانع اللي كانت بتشتغل ثلاث ورديات كانت بتشتغل وردية واحدة وكانت بتقلل منطقتها علشان مفيش طاقة مفيش غاز مفيش طاقة يعني بتصلها سواء غاز أو أشياء أخرى بيوصلها مازوت بيوصلها أشياء أخرى احنا بنستوردش غاز بس احنا بنستورد غاز وبنستورد بترول ومشتقاته مازوته بنزين وغيره إذن إمداد المصانع بكامير احتياجاته وفي مصانع كتيرة جدا بتستخدم الغاز الطبيعي حيساهم في جذب استثمارات جديدة تترجم إلى فرص عمل دلوقتي أي مستثمر بييجي بيسأل أول حاجة الطاقة فين؟ هجيب منين طاقة لهذا المصنع طيب ماشي أنا حاجة يعمل مصنع واستثمر هجيب منين كهرباء؟ بحي الكهرباء مهو الغاز بيروح يشغل الكهرباء وبالتالي بنذهب إلى بيشغل المصانع وعايز أقول لكم أن معظم الغاز اللي احنا بنستورده أو معظم الغاز عندنا في مصر سواء اللي بنستهلكه عموما 60% منه بيذهب إلى أو يمكن 80% منه بيذهب إلى محطات الكهرباء وبالتالي الغاز مشغل رئيسي جدا للكهرباء اللي بتشغل الصناع إذن بيوفر لي في الموازنة مليار دولار سنويا بيساهم في تعميق الصناعة امداد المصانع بالطاقة تخفيف الضغط على الدولار دعم ميزان المدفوعات خفض العجز في الموازنة كل ده كلام مهم جدا يترجم لإيه بقى؟ يترجم بالنسبة للمواطن لفرص عمل أفضل لما يكون في صناع يبقى في فرص عمل أفضل قدرة للموازنة وللدولة إنها توفر أموال تقدر إنها تستخدمها في استثمارات أخرى تخص المواطن سواء في الشوارع في الصحة في التعليم في غيره وأيضا بتريح الميزانية فكرة إن الموازنة تقدر إنها تكون مش مضغوطة نذكر طبعا الأيام اللي كنا بنقف فيها على البنزين الأيام اللي كانت الكهرباء فيها بتنقطع كل دي ذكريات سيئة ولكن عليها أن تكون دائما حاضرة ونحن نحتفي بهذا الحقل لإن إحنا مرينا بمراحل كثيرة جدا مصر كانت منتجة للغاز ثم مصدرة للغاز ثم مستوردة للغاز والآن نتمنى أن نصل بس للاكتفاء الزات